ذكر البقيل اللي هو قاله بدول يعني شايف ازاي تصريحات وحجم التضارب اللي فيها انه وقعت فترة طويلة في الاول وبإصرار بيقول زي ما حدك بتقول كده ما معناه ان انا اتعاقدوا معايا على كاس العالم ما معناه يعني يعني انا حلعب معاك وكاس العرب واما افريقيا جست لذيذ مني وحد يعمل كده وحد يقول كده ومؤخرا يعني الدارح بقى ايه النبرة اختلفت صيغة ومحتوى الكلام اختلف احنا برضو بالنافس على اللقاء صرحات كلنا كنا في الاول بنقول هو بيشير الضغط او بيحاول يخفف الضغط على اللعبته لكن لا اللعيبة بتستمد قوتها بتستمد تركيزها وده بيتترجم في الملعب من تصرحات مديرها الفني من كلامه فانا لما كون قاعد في القوض المغلقة وبتكلم مع لعبتي وبنقلها اللي انا هدف الرئيسي هو الحفاظ على اللقب او اللي انا اخد لقب بطولة افريقيا او انا ارجع البطل افريقيا تاني احنا اخر لقب واغدينه الفين وعشرة فانا لازم نرجع لقارة افريقيا تاني لازم نرجع اسياد افريقيا تاني لازم نرجع بقوتنا الاندالة المصرية مسايطرة بشكل كبير جدا على قارة افريقيا فلازم يكون كمان منتخب مصر بنفس القوة منتخب مصر ما يقلش قوة عن المتخبات كتير جدا فلازم نستفيد من السلبيات كتير او امبارح احنا ما عندناش اجابات امبارح احنا كل المطش امبارح سلبيات لأننا وضعنا نفسنا في مقزق ووضعنا نفسنا في موقف صعب جدا. لازم ستة نقطة اللي جايين. الكرة مش مضمونة. بالأداب بتعام برح كمان. القلق واليأس بدأ. شايف هيحصل ايه بالمناسبة يقوم السبت بقى مع عمد شنب مع غينيا بسبب. لازم اغير طريقة اللعب. ولا نغير المدرب ولا نغير ايه؟ هو المدرب مش هيتغير خلاص. لازم اغير طريقة اللعب. انا لسه كنت بتكلم برضو انا كمدير فني طريقة لعبي اللي انا اعتدت عليها و اعتدت اشتغل بيها هي 4-3-3 كمسر كيروش. هل الطريقة دي يعني جابت شغلي و جابت نتيجة إيجابية مع المنتخب المصري او مع اللعب المصري؟ لا. خلاص يبقى انا لازم كمدير فني يبقى عندي برضو هرجع تاني. لازم اغير. لازم العب بطرق مختلفة. لازم انوع في طرق لعبي. لازم اشوف الطريقة المناسبة للعيب المصري اللي انا جاي عشان اشتغل معاه. ايه هي الطريقة بتاعتنا؟ 4-2-3-1. احنا تعودنا دايما على رقم 10. لازم تعودنا على كده. تعودنا على واحد يكون رابط ما بين نص الملعب الدفاعي و نص الملعب الهجومي. لازم يكون فيه رابط. احنا ما عندناش دلوقتي كده. ما عندناش لعيبة مركز تمانية على مستوى عالي جد. غياب السلال المبارح أثر في نص الملعب أثر في نص الملعب. عدم موجود طريق حامد مع منتخب مصر. كان لازم طريق حامد يكون موجود مع منتخب مصر. محسينة بقيمته بسدفة ماتش الجزائر. بسدفة خاصة الوحيد اللي كان ممكن يقعد يصد مع الشباب. فيه ماتشات كبيرة مبارح. فيه فروق بدنية كبيرة جدا. يعني مبارح الاحتكاكات البدنية بيننا ومنتخب الناجيري كانت كلها في صراح منتخب الناجيري.